اوكي دراما انس الشايب وبرهوم معراوي يلا نبلش القصة يا حبايب بلشت من حوالي شهر انس الشايب طلع بشوية استوريات يهدد اي يوتيوبر ان اذا طلع حجة عليه رح يطفع عليه قضية بعد برهوم معراوي طلع بفيديو انتقد انس شايب كم شغلة فانس شايب طلع باستوريات وهاجمة اهنا انتهت القصة يا حبايب الى حوالي تقريبا كم اسبوع لما راحوا اثنائتهم العيد ميلاد واحدة اسمها رغد وبهذا العيد ميلاد يا حبايب هما نزلوا استوريات ويا بعض فكنا اتوقعنا انهم اصالحوا ولكن شي الغريب اللي صار بعده ان انس الشايب طلع حجم برهوم مرتين اول مرة عدنور مار وثاني مرة عدشيرو راهضوكم اللقطات شوفوها اوكي اكثر واحد مهضم تنزل بعرفهم برهوم معراوي برول عادي انتي صريع جدا يلا اعطين استوري البعده حذر يخلى برهوم معراوي انه هو يضوج ويطلع شوية بث مباشر يهدد انس شايب وبعتها بيوم يا حبايب اللي يوم تحديدا ينزل هذا المقطع اللي ينتقد بي انس الشايب بهذا الفيديو اول شي صار يوضح انه انس الشايب بالعيد ميلاد قاعد يترجى بي عمودي صالحة وثاني شي صار يقوله انه يضح انس الشايب انه هو الطلب من عنده انه هو يسوي ردة فعل على اغنية خف علينا تحكيلي هذا الحكي بنفس الوقت يلي انت كنت تطلب مني انه اطلع وصور فيديو على اغنيتك فانتو كيف ترتيب فالقناة شخص غيرا ما علينا بتروح الايام تيجي الايام ابصادف هذا البني ادم بعيد ميلاد حدا من المشاهير وانا لما صادفته اقسم بالله عدد راح اتتك شباب انا انا خلاص انا ما بدي اعمل مشاكل انا جاي مبسط بيجي هذا البني ادم وبيحكي معي مشان نتصالح ومنفتح الموضوع وليش وانت والحق عليك لا الحق عليك لا نحنا ما دخل ابصر انت اغلطت بحقي وانت لا الحق علاقك مصدى طلينا ساعتين بدص الحفلة عم نحن وكتير تسربت مقاطع بهديك الليلة انه نحن الناس قاعدة عم ترقص وانا وياه بالذات واقفين بالزاوية عم نحكي فانتهى الموضوع انه انا وهذا البني ادم تصالحنا وكل شي رواه وانتهى كمان انه جبرني انه تصور معه ستوري وصدقوني انا ما كان الينية انه اخد ستوري مع هذا الشخص مشان بس خليه يبرد الموضوع شوي بعدين نحكي للناس انه الموضوع جدا تافه وما انه مستاهل بعدين نزلنا الستورية انا جبرت عمري انه يا اخي ليش انا هيك عم بصيفيني انه انه انحرجت عرفتو كيف واناس ابدا ما نوغ غلب يعرف فهمتو كيف مش الحال صالحنا انا وهذا البني ادم وكل شي تمام ورواه والحمد الله وصار يوضح انه هو مستحيل يتحدى وملاكمة وسلم انه انس شايب متدرب وهو ما متدرب طبع خلاف انه انس شايب مستحيل يتحداني ملاكمة لانه يارفح يخسر فيب اوكي مهم وبنهاي صار يطلع صار يقول انه انا ما كره يصار انس الشايب ولكن انس شايب هو اللي قاعد يزودها وانه شهر رمضان حرام اصلا تتحكي وتقول انه شخص اكره طبعا كده هذا الشي صح واحكي انه انس انا ما بكرهك ومستحيل يجي يوم واكرهك انت شخص لطيف نوعا ما عالواقع بس سيء عالسوشال ميديا مع ذلك برجع بحكي لك ياها مو زابطة انه افوت معك ملاكمة بدو ما تدرب فيها لو بايدي ما كنت اصرت المهم يا حبايب انس شايب كلش عصه بطلع بث مباشر صار يسيب برهوم بشكل مطبيع يقول عليه رخيص وصار يقول عليه شار زاف منطهش يعني كلام كلش هواية بعده صار يقول انه برهوم عراوي صار يكذب كلشي قاله وصار يقول انه مترجع بالعدمينات عمودي صالحة وانما صاري هنا حتى بالاستوري طلع عمودي ايهانة مو اكثر وانه اصلا بالعدمينات كان يريد ضربه ولكن مضربه بس عمودي واحد اسمه صقر رحطكم اللقطات شفوها تفهم ايشي تاني ايشي برجعلك كنت شنطك قتلة وعقول لك ولي بشد دا ايدك بدي اضربه ليش؟ لانه انا بني ادم مش من ولا الشاشات انا اللي بيخلط معي انا كأنس الشايب وانت واثق من حالك انك انت زلمة وانت مو زلمة انت ولد غيرك ماش فكت عليه مسكته لعنت واض 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 بالحرب عقلت طاعم قدام وجوه وزي يلبس كان ساكن قلت له انا لو مش شفقان عليك الا فتحتك فتحتين من نص فتحتك بس انا ايش بني ادم شفقان عليك بتحكي بالفيديو ان انا يا بني ادم صار لي ساعتين بترجعك عشان تصالح فشرت بتحكي للعالم اني انا ساعتين بترجعك اصور معك ستوري برضو فشرت انا بتعرف ايش صورت الستوري ان ما ترجعتك صورت الستوري انا صورتك هيك عاطك زي الولد تبعي انت شعراتك اللي زي خر الجاج تمام ماسكك زي هيك وعملك زي هيك عشان اثبت للعالم انك انت بين اديك صرصور يعني عشان العالم تعرف اني انا ماسكك زي الجاجة قنات فضيت Lonnie ايته الطيب ، ايته الحلاوة ذي هاتهخ انت انت هينها ابتك حيني قاعد با مصخرك هايнего الخطوه اني انا بتحكي للعالم اني انا بترجعك اني اتصور معك فشرت ايجاك واني انا ترجعك اصالحك ولك فشرة اي لك بضافية حبيب رهوما راوي صار يقول انه شايف صار يتنمر علي كندي لان قال علي الطن وزنه مدر ثلاثة مئة طن هي هذي الرقطة رحطو لكم اياها شوفوها مالك كندي مئة ثلاثة طن ووزنه وقع علي بموت اذا مالك تته برضو هون قاعد عم يتنمر علي شخص يلي ما بيعرف كندي كندي بني ادم بيعمل فيديوهات كوميدية على انستجرام فهدا البني ادم ناصح فهون قاعد عم يتنمر علي بيحكي انه وزنه ثلاثة طن ايش ام التخلف كندي دي رفع ايد ويوقع علي ارض انت صف بالله برو والله العظيم كندي هذي خلقينة شابية حواي بيحوط فيديو يبين انه كندي وما مدى يقصده من الموضوع وانا ما قاعد يضحك رحطوكم اياه شوفوه لما كندي مان الاسمين اللي بيحكي نعم بتنمر علي لما شاف الحلقة وشافني حكيت كندي مان لما شافني حكيت كندي صار يضحك انبسط فرض ضحك لانه بني ادم مش منافق بيقدر كندي جد ما انا وياه صحبة بيقدر يطلع ينافق علي كندي بيقدر يطلع على الاشتوشيال ميديا ويحكي لهم انس الشاي بتنمر علي والله انك انت ابن حرام انت طلعت حكيت علي انت خلط وبيقدر كندي يستغل هاي الفرصة جد جد حقه وبيقدر يطلع ويستغل هاي الفرصة ويخلي كل العالم تجلب علي انه انا ستنمر علي وزني وانس اتنمر علي شكلي بس البني ادم اول ما شافها ضحك استوري لا كندي وبيحضر بالفيديو لما جيبت اسمه شوفه كيف انبسط لانه بيعرف انه انس الشاب قلبه الطيب مو قصد وشر شوف بقل قريبا واك مبسوط الشاب يعرف ان انا اس شاب قلبه الطيب عفوي بحكيه كلام عفوي ومزح واكوا اخوية قلت له كندي بداع عس عراسي وبيمون بالفيديو اليوتيوب حكي له حكي له نور كندي بداع عس عراسي وأخويه الكبير هاي كندي بيضحك لليش عامل موسيقى حزينة وحطت صورة كندي للمبيعرف كندي هذا شخص كتير منيح وبس هو ناسح وهذا بتنم بضع فيها حباب صار يوضح انه هو أصلا مشان يريدي دراماوية برهوم لونه يريد دراماوية ان طلع حجب مقطع مالتاة وعلى قناته ولكنه صار يرخص بي انه يطلع بقنوات اشخاص مو مهمين حسب ما توقع قصده اللي هو شيرو ونور مار عليكم نعطيكم اللقطة وشفوها اسمك بقناة اليوتيوب اعملت فيديو بقناة اليوتيوب وذكرت اسمك بس لقدم انا مسترخصك عقدم انا شايفك واحد كثير بايخ قاعد بذكرك باسامي الناس التانية قدم انا هيك كثير مستظرك بذكرك في قناة هذا وبقناة هذا ما بذكرك بقناتي فشرت اني اذكرك بقناتي لو بدي اجيب مشاهدات زي ما انت بتحكي عني باطلع بفيديو على اليوتيوب 40 دقيقة بظن امصخر عليك بخلي كل امة الدنيا تضحك بخليك مصخرة هذا لو بدي اجد اعمل دراما ومشاكل بعمل على قناة اليوتيوب فيديو بخليك مصخرة قلت حالك شريف وانت وسخ وبالختم يا حبايب انس شايب صار يقول بالبيث مباشر انو برهم اذا تجيب سيرتي مرة ثانية راح افتحك بالنص اذا تجيب سيرتي باي مكان اشوفك الصراحة كلام صاري هدده راح اطلكم اياه شوفو خلاص سكرا عن الموضوع اسمع اذا بتذكر اسمي تاني مرة هاني برجع وبحكي لك انا سي الشايب والكل يخذه اذا بترجع بتذكر اسمي باي مكان بمسكك بشوفك راح افتحك نصين من وين ما بدك يعرف يا بفتحك من الثم يا انت بتختار من وين بس راح افتحك فتحتين السوشال ميديا من راس لراس خلاص اختصر واسترزق ودير بالك احالك واشتغل ولا تفشل اهلك فيه براسك اللي زير خر الجاجة بصول يا حبايب هذر الدراما اللي صارت اتو يا منو يا برهوم عراوي امو يا انس الشايب مادر صراحة اكتبع بلكومنتاج شو رايكم وبس مع السلامة